الواقع أن مختلف الشرائح طيلة الأربعة عقود الماضية هي بينها وبين النظام شرح وهو واسع وكانت لديها مطالبات سياسية سامية نحن نتذكر قبل عقد أو عقدين كانت هناك حركة إصلاحية هذه الحركة الإصلاحية بمعزل عن التيار المنتمي للسلطة والذي هو خرج من قمقم السلطة حتى يهيمن عليها هناك شريحة واسعة وأنا أسميه بالتيار الرمادي هو موجود في المجتمع وهذا كان يسعى لإصلاح النظام من داخله وغايته وهدفه هو حقة إصلاحات سياسية حقيقية تغير النظام عبر الإصلاحات بشكل تدريجي لكن هناك نظام شوفيني دكتاتوري يقمع هذه المطالبات وهذا المسعى للإصلاح بكل أشكاله حتى بأشكاله السلمية وبأشكاله القانونية لذلك هذه المرة ربما الشعب أدرك أن يستغل الفرصة فرصة نقطة النظام أو نقطة ضعف النظام في عدم إمكانية معالجات الملفات الاقتصادية التي حقيقة هي أيضا لم تؤثر على الطبقة الوسطى فحاسب بل أثرت على الطبقة الاعتيادية في المجتمع والشرائح الضعيفة التي تضررت أكثر من هذه المشاكل والأزمات الاقتصادية وبناء على ذلك انخلقت موجة من جميع هذه الشرائح من جميع هذه الطبقات هي ترفع شعارات الإصلاح الاقتصادي أو المطالبة بالخروج من هذه الأزمات الاقتصادية لكن في واقعها هذه الشرائح تدرك بأن الأزمة في إيران هي ليست أزمة اقتصادية هي ليست أزمة حكومة هي ليست أزمة شكل وإنما هي أزمة سياسة أزمة عقل سياسي أزمة حكم وبالنتيجة صحيح ترفع هذه الشعارات لكنما لديها غاية نهائية ألا وهو تغيير النظام لكنما تبقى هذه المطالبات ربما هي سهلة التناول حينما ينطلق الشارع لأنها مطالبات حقا ومدعومة من الشارع وتستطيع أن تكون تشكل خيمة كبيرة تضم تحتها مختلف الشراح الاجتماعي وفي نفس الوقت النظام لا يستطيع أن يتحجج لقمع هذه الاحتجاجات لأنه يدرك بأنها احتجاجات حقا واحتجاجات في مكانها وهي مطالب اقتصادية معيشية معظمها ناجم عن سوء إدارة وتدبير الحكومة